اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل مواليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نصبحكم بالورد وبالفل والياسمين صديقاتي إن شاء الله نهاركم أسعد لأيام إن شاء الله هكا تشربوا القهوة وانتوما عامين جوا معايا كيما تعودتوا بيا ديما نصبح عليكم في الصباح نكون حريصة بش يكون الفيديو حاضر معاكم في الصباح ونلقاكم في خير وصحة وسلامة وهناية وستر ورحت بال وبرشة هكا تفائل بنهار جديد في برشة هدوء وبرشة نشاط وحيوية وطاقة إيجابية نهار جديد فيديو جديد فيها الدبارة فيها الخرجة محتاجة لرايكم يا أحلى صديقات ويا أحلى أخوات نستنى رايكم الله يبركلكم ورني في حيرة من أمري اليوم أنا محتاجة لكم خرجكم معايا مشيت الأكثر من حنوة 2-3 بش نشوف الحاجة اللي نحب عليها بالحق محتاجة رايكم في ديكور الكوجينة بلك تفيدوني بلك تنصحوني عندي زادة ديكور في الدار جربتوا معاكم في الفيديو الحصين وقلولي كما كما انتم تحبو في دياركم خطر هي راهي الكوجينة كوجينتي وكوجينتكم كوجينتنا أنا وأنتم ولو نحنو نحنو كوجينتنا حنال حصير وصديقاتي الجماعة دي بي نحب نوريكم شنو نحب نعمل فيها وحايرة في أمري والألوان مدوختني برشا شواء كبير ونا في خاطري حاجات إن شاء الله تفيدوني وربي بركلكم وربي نوركم وحسبوني وخيتكم ودي ما نجروا ما عنديش أخت وربي والله الحمد والشكر وشكري زادة لليوتيوب اللي كان سبب ولا كان الفضل بعد ربي بشيني هنا يكون عندي برشا أخوات برشا حبيبات برشا ناس تحبني وتتمنيني الخير وربي يعطيهم ما يتمنوا انتوما ربي يعطيكم ما يتمنوا خطرين قاعدة ندعيلكم من ربي ربي يعطيكم ما تتمنوا ربي فضلكم وربي يعطيكم أضعاف أضعاف ما تمنيتولي في حاجة ماسة لرعيكم ينوركم نوروني ينور ذاتكم ينور بصيرتكم ينور لكم ولي ذاتكم ينور لكم أحياتكم قلولي يزي بركة الله نشوفه نعطوك ملحة إصرارا مصرح الحاحل والله بالحق يا لبنات في حيرة من أمري المهم خلنا بدوا على بركة الله في دبارة بنا على بنا هذه دبارة حميدة اليوم شهيوة شفتوا أنا كل يوم شهيوة من عند واحد فرد من العائل إن شاء الله ربي يحفظهمني إن شاء الله ربي يجمع شملي وشملكم بناسكم وأحبابكم فكل يوم ولت نستنبط الأفكار من الشهوي بيه هنا لبنات اخذت البصل واخذت الزيت حميدة روما معي في الفيديو في الفيديو في أول الفيديو هنا وأنا نحضر دجا طيب تمخر خاطر نستنبط وما بيش يجوه والدبارة ذي سهلة سريعة التحضير الحاجة الوحيدة اللي تشد فيها وقت مش تطيب عاكم شفتوني قصف البطاطا سينو رهي بنا على بنا وجربوها فكرة سريعة والله سريعة التحضير وصحية يأخذينا البصل اللي بنات معاها الزيت جليته حتى لن سيب العسل المتاعه لبصل ذبالي وبعدين زيته تماطم معجونة تماطم حكة ومعاها فلفل مرحي أحمر جليته تقول يومة طريقة السفاقسية وتحية للسفاقسية كل الي هومة يحطوا الفلفل زينة في الأول في التجلي ويومة عودت من جارتنا يذكرها بالخير في بلادنا قبل كانوا عنا برشا جيران السفاقسية في يومة تقول لي ريت تجلي يمتاحهم تأجبني وتعملها بيه هنا بعد ما جلينا هاك الفلفل مرحي ذاك الأحمر مع الطماطم مع الزيت مع البصل زدنا شوية تابل وكروية وشوية ماء هنا ما انت تبدو تزيدو شوية الماء عليش على خاطر باش ما يتحرجش هاك الفلفل ذاك أما رو يعطي بنا بنا ما شاء الله على فكرة حطيت هريسة عربي راني حطيت الهريسة العربي جبت البطاطا نتي قصيتها غسلتها نعملها خشينة شوي كنا نلقى هيك بلايسة فيها بعد ما نقشرها بنيو الحجن نحيها كما تعرفوا في البطاطا بلايس بلايس ونخليها تتجلى معها كصوصة ذيك وطعطي ريتو لبنات تاخذ البطاطا من الكصوص من التجليا شوفش نقول لكم على الطعم بعدين كيفاش يطلع وديتكم مشاهيدكم شاء الله قصلكم نسكولها في الجنة بارا ساهلة خفيفة سريعة تونسية بير مياه بالمياه شوفوك المرايقان تانا كيفاش جرت الزيت من التجليا شوفوك المنظرة اللي فا تول بنات مش نسيت شوية كوركم انا هنا نسيت رو في باكم عملت فيديو كامل وانا بالصوت ونحكي مع امي وجهة حميدة واحكي معايا في الفطور وكذا بعدين لجيت التليفون معابي وكل وليت نقصت منه وخليت الفيديو يمشي فيه ساقة عليش على خطر الوقت معنتها متاع التليفون ما نجري مش هدية هي الحجر الوحيدة ما له رزمه الله غالب ما تعدش الاجواء حبيت اليوم مرة مرة نحب في الفيديوهات متاعية يتعدى فيديوه بالصوت وصورة عادي من غير المونتاج لتزريب صورة ان شاء الله جيت اكثر من رايحات ان شاء الله ربي يعطينا الصحة والعمر والوقت الطيب بش الواحد يشارك معاكم كل شقيقة ورقيقة بطبيعة مع حفظ الخصوصيات باي اللي بنته هنا جبت السماكات اللي جيبوهم حميدة دوم كانت تتفكروهم تصورتهم اشنو وريت في وجوهكم الخير شووش نعمل هنا بش نشد لنحيل ومكي الشوك متاعهم كيما ربي نجي الشوك ان شاء الله منطريكم نبدأ هكا نجي فيها من السلس ومن ظهرة ديك من الذيل من كل بلاسة موجودة في السماكة نحي منها الشوك البر عني ديجا هو جب هالي نظيفة فما حتى كل الوضنين متاح هذوكم اتنحوا ديجا منعش سماهم مش زعانف ولا الحاصيل هذوكم اتنحوا على الابوين الراس قصهم هو يعني ديجا جبهم حاضرين هنا يما كادة هي تقصتي في شوية ثوم الحاصيل واي تفكرت راني حطيت الثوم في المرقى متاعنا لقيت الثوم والدة السنة ولقيت البوردغينا لحروف والدة زادة ترى يما شو النهار عليك اخي جيت تتوري فيكم في الكاميرا قلت لكم كان فيديو بيش يتعدى في حديثنا وفيه اجواء رغم اني انا واقفة على الجاز اما فيه اجواء متاعي لتفكرنا بيه الكلام كاعدة نحكي انا امي على مرات بيع في الفلفل مع انت اخذت من عندها سيدة الحاصيل وبرشة تفاصيل طول نحكي هم لكم كان اخذت من عندها والحاجة طول نشارككم ان شاء الله عجبني على خاطر المهم هنا اعملت السمك بعد ما انا حيتك الشوك ونظفته وكل حطيت فيي شوية تابلوكروية وشوية هريسة عرب وشوية ثوق ما نسبتش حتى حاجة اخر الملح وهذهك حاجة ارجع لكم انتم بطبيعة كل واحد وشو كيفاش يحب ماكلته معملتش شو تابلوكروية ش بين يقول تابلوكروية سامحوني شو مفسخ مني عهد كمون لبنات كمون اخضر سمحوني مش تابلو كروية محطت شركة كمون اخضر لبديت نهز صيحين هي بدت تطيح على رغم اني رولات او الاربعة يعني انا ليلة كاملة مني شراك ده ليلة كاملة وانا صهرة نمنتش في الفيديو توليت بالكوجينة بالغالب مشيت طليت عسايدونا مريضة شوية الحصيل وراوحت بماخر من حاجة لحاجة كحوق هذك كيفاش انهاري بهي نلقى وقت بش نصب في الفيديو ونقعد فيه معاكم المهم رب يعطينا الوقت الطيب به هنا سمكات بعد ما فوحتهم ورقدوا فاكل الفيح هذا كان الهريسة العربية لما خلتهم مش برش للا الامان طوانا في الكاميرا وكنت نجمع لكم اما انتم ما خلوهم اكتش هنا خطر حكم فيها الوقت وكهو ماذا قلت يلي يوم؟ لا قشرت في السوق اي جي ساكت لي حاني فتنو قشرت في السوق خلت اهي اشوفوا ما زلت والله ما زل ما عونت على فطور الصباح محطوط انا ما كليتش يا غورت انا عرش عليش جاي ما وقلت لكم منيش قد نعم حد شيكلت كان خبز عملت خبز وخبز وشامية وزلداء اهو حتى المعجون ما كلي نيكش وهنا يا صديقاتي رجعت للكوجينا لحصيل وطابط لكل مريك الراحة متاحة فاوحة رغم بساطتها ورغم بساطت سرعة تتحضيرها الا انو فيها بنا رهيبة وديتكم وشاهدكم ان شاء الله قصدكم في الجنة نقولها من عروش قلبية دياليكم هنا نحيتك السمكات مستحفظة على الشكل متاحهم ما نحبهم مش شكلهم يتغير جدوش نحط في حاجة غارقة بعد نقول تلايز مستحفظة على روح وجوه ما شاء الله رغم بارك الله بالكسخانة والكل يتيبوا فيسع فيسع خايفة عليها هذه خطرة دياليك اللوطانية مع انتها طابت البطاطا انتهي راهي طيبة من نرمي كنكي نرقى البطاطا ما عادش مع انتها بش تقود اكتر واقت نوالي نرمي السمك هنا حطيتك السوسة ديك شوية بطاطا انسيت الله غالب يا لبنات جل ملا يسهو قدوا لكم عندي نسيان خرجت جرينات الفلفل على اسف مش نرمي فيها شوية فلفل وحميدة قالي حطي فيها كعبة مطم في الاخر اقسمي على اثنين وخليها هيكيك هو روشاطر فيها كنقبل لي طيب هالي يعني حطيت السكينة في البطاطا بش تشوفوا لي هي طرية وهناي جبت شوية معد نصب صلعت قدوا لكم كاني طيبة حميدة اصلا هو نفس متاعه في الماكلة ما شاء الله طواب خل ما عادش بكري ولا انا ظهرت روحي هكالي انا نعرف ان طيب واللي طلازك في الكوجينو يا ريتني ما عملت العمل يا ريتني ما عملتها تفرجوا لي لبناء ما شاء الله عشب حي يا ريتني ما عملت لي الصنات يعطيك الصحة يوم شو قلت حميدة؟ ماتم قلت اخذ شكاة الاثنين على اربع كلكاة بحطيهم فوق قبل ما تهبتها نسيت الطماطم لبناء ونسيت الفلف دو بش انشاهر يا رياد اخويا شنو بش يختاء اي اختار كعبة سمك يا رياد اي اخويا اختاء اخويا كانت مرقيت يجبا اخسر لا يوجد هذا الشكل لحد شيء سلسورها تنحها ذيلها تنحها جنابها تنحوا كور صحة وفرح وديناكم شاهيناكم وريني في وجوهكم الخيط ان شاء الله قسمكم في الجنة دعاً يا تنزة بوزة يا ربي حضر لي واحدة باهمة كفتر لي كفتر شئ سريس غطي يقولك بكفترش السمك سنحوني هم درني يقولوا البواصم غير انا وليس نقولها ما عند البنوغتنا هنا في تونس يموز نقول سمك تعلمت من صاحبتي صاحبتي قلت لكم مصرية في الاسكندرية والله يضع علي كل الكوردوني متاح كل الاسكندرية من الواتساب وقتها كان عندي وكل ضاع لي تفصخ لي معودش عرفت كيفاش نحل ولا كيفاش نتقابل الانوية الحاصر هيا ري تخمم عليها وفي تالي فوني الاخر وفي رقمي انتع الخارج الحاصر حبيبتي اخرتي صابي نتا ففلو 19 شوف اسم هالا قد هوتا دا جيتا سوريا قبل الرودر لا نسيت كل اسم في بي انترنت فيس بوك يكرا يقلك يلي دخل مصر منك الوه يعني تتلقى كدش وكدش وانا مناش صحابة مع النهاش وديك الفيس بوك لا مش بفيس بوك لا لا هي ما تتعملش بالفيس بوك هي سمو فيه سناب يا واتساب شوف مش كون يطلب فيه السيدونة تطلب فيه خانهز علي هاي برخوا وديتك الصح يا سيد ياي وديتكم مشاهدكم عوضة حيين الرياض حاولكم بوريه هي برعا دا كرجو متصيح كرجو متصيح تغللها تستيرات اوه نحن منها تتعاشيتش ايه نهي نهي رياض قالت كملت جدت خفيفة خفيفة نظيفة من اللي جالي ما نحبش المشوى مني جالي من نحب المشوى لا نحب المرغة هؤلاء اللبنائد بشتعفوا مكلتي بنينا يا رياض شكر روح كلكم اللي يشبعي و اللي يدور على مولاي رياض هزيت من بورتغي ها باه باهي اللبنائد بلاي خليني نقول لكم الساعة الكسر و اللي استعملتها روحميدة قالي طيبة فايز ثاني حاجة رياض راوك نصور أخويا رياض جوية من اليوميات من الفطور لاني انا نصور رجلسات ونصور الفطور و كذا هذكا عليش معلتها نصور هو يبدأ عامل كيفو الناس معلتها صديقاتي هكو ده طن زن طن يشوفوه الحاصيل وهنا بدينا نتوى نشوفو في الحكاية ده نتاع الكوجينا اللبنائد هنا بش نختار البابيير الورق اللاصق بش نعمل فايانس ونعمل الرخامة الرخامة كنت عملتها في النوار بنيو بينكم عاجبني الفابوة اعطوني رايكم وحاب ريتو الفايانس شوفتو البلو هذي منعرج عليش ماشي موغي اما انا حابته يبدأ مزركش برش اقلولي فاتن ابعتي على المزركش وتون وريكم شلو وقتها رحتوا علي الله يبرككم والله ينوركم ويرحم ولديكم هذي انا اللي عاجبني نعمل الرخام صعيب بشتركي الفايانس يطلع ليه روي صعيب واللي الفايانس متاعو يعني نعمل لك الابيض ما الكولور نعملو ابيض مش مندخلش معها لون اخر هذي بالنسبة للفايانس عرفتو يبدأ كيما كيلا حجر الكرويت والرخامة نعملها اللي في بوا وبيان خاطوا نوريكم واحد اخر عندي ركبته هكا على رخامه وريش قولكم فيه وإلا نمشي ناخذ الزرق اللي بش نوريه لكم هكا مزركش هذي حاجة جديدة طلعة جديدة بش نوري هيكم تجي في الفايانس شوفوها الابنات معايا إذا عجبتكم حاجة وتنجمو تنسقو لي وبعضهم تتخيلوا فيها الكوجين والله يا الابنات اشوفوا انتم تحبوا هذا بطولي يعملي لون الرخام وين هذي هتقصدوا معناتها نعملها في الرخامة ولا نعملها في الفايانس إذا بش نعملها في الفايانس الرخامة بش تقعد لون هنوار وإلا بش تولي حتى هي نفس اللون وإلا أنا بيني وبينكم صديقاتي شا هي على كيما قلت لكم فايانس العربي انت عقبل ولي نخلي مثلا الرخامة لون هنوار مش عطيكم انا دي بروبوزيسيون انتو ما قولوني جي ولا ما جيش نعمل الرخامة نخليها لون هنوار وتنوريكم اللون اللي شفتوا هنا يطلع عليه وإلا نعمل هذي هذي وإلا نعمل هذي كانوا لوح اللي ورته لكم اللي حاجبني ونعمل الفايانس في اللابير فريمون شوى كبير في البابيه عن خيرات متاع وجه 67 فم العرض 67 فم العرض 90 4500 متاع ومتاع ومتاع 67 3500 في الزونة دي كهين 4500 صموا مقبلكن وغالين وتواصموا مولا مرفق بيه قلتوا لكم عاد لبنات أعطوني رايكو هل مزركش برشة 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 أنا منحباش حبك نحط نحب نحط كولير واحد موحد يعني لون مثلا أبيض جري نوار نحبش يبدأ فيه هاك هذوكم الفازات عرفتو كيفاش وإلا نعمل الفايانس يبدأ كعبك عبو كأنه فايانس موجكلة ما عرفتش في راسي لون محلى اللي هو الرخامة كأنها لوح والفايانس كأنه أبيضها كأنه حجر أبيض عرفتوه هاك اللي يلصق هذيك وإلا نخلي الرخامة بتاعي في النوار ونعمل في الفايانس اللي قلتوكو مع اللي يشوفوا ذايا عجبني زاد حتى ذايا محلى عجبني غير أنا لبناتنا بادئ على لأي حاجة فيها شوية مو نحر الشكة كان عند ربي أو بشي حلة بشي وريهولي راجب برك الله وفيه وعطوني رايكو أضوما لبنات تعرخامات اللي تبدى نوار معنتها كانكم عاملين الجالاكسي بيه هنا حلت محتار دليل ومعولة على ضوءكم الرفيع اللي دي ما تنصحوني بيه والله بالحق لبنات راني ما زلت ما أخذيتش البابيينة على الكوجين شوفوا قداش قعدة نجب اللي تشوف لون تقول لي ليه راني مش نفهمكم أكيد شوفوا ذايا هنا لبنات شفتوه ذايا حاجبني أنا يريد ذايا كان لونه أبرز يعني بارز أكتر وتكون كعبت كما كعبت الفيونس مكادريين أكتر فهمتو؟ يبدأ ذايا في الفيونس ووكل مثلاً الرخامة تقعد في النوار شقولكم انتم في هاذ هاهو سامبل صحيح مش ظهر برش هذي الرخام ساعتيا يجبني حتى الفيونس للبابيين اللي مركبتها بشوتو في أول فيديو متاعي اللي قديم ساعتيا يجبني ونقول لي من نحيش وبعد ينقول لي عندو سنين معاي ثلاثة سنين تو فاجأ وقت التغيير شوفوا اللي بنات هنا أطلوا لكم تو يظهر اللي وصلت لي اللي يعجبني هنا لأ سباسا مش هذي هذي فيه البني فيه لازرق ما ها مش هذي اللي حاشتي بيه اسمه بصوت المترو تاوى الاربعا نتاع الصفاح بقى أهوة لبنات بربعتوني رايكم عجبني يا صديقاتي قلوا لي نعم له ولا لا شفتو ونخلي رخامة في النوار عجبني وإلا عندي حشتين عجبين يا لوح يا إما الارخامة كأنها لوح والفايونس كأنها أبيض وإلا هذي يكون هذي يا فايونس وارخامة تقعد نوار بربعطوني رايكم البنات الله يحرد عجبني مانيش عارفة عليك قولولي برشة زركش وكل ما نحس روحي حاجة شهيدة من بكري ونحب ناك الفايونسة ذاك ذا بيا عرفت الفايونسة تاع ببكري وكل ذا بيا رو موجود الارتزانة الحاجات اللي انتاع التقليدي وكجوة ذاك الكل كل ما هو مخدم بيليد كل ما هو فن كل ما وكذا يشدني ونحب الحاجات من الزمن الجميل والله لبنات راني مرهة مذبية راني عايشة في دار كلمدر الخطة باع البيت حب جواء ذاك والله نشيخ عليها وسطي وسط الدار بالفايونسة والزليز وفما عندكم الماجن وعندكم نشيخ عليها الأجواء ذاك نحب نعيش الكاكة كل واحد وين يرتاح أنا جوي هك كاكة نعيش قبل نقولهم دار أحلامي تبدأ دارك الكوخ عرفتوها كلي تبدأ بالقرمود ذيك عشقي شوفوا هنا لبنات الفايونسة ذاك قاعد يتعاود لألوان ذاك حصلوا المهم أنا والله في حيرة انتم باش قولوني أنا باش مشي ناخ وهاني شو مرديكم اللي عملته تواف الداء قلت لعلم من خسروه شوفتوا لو شو ماشي أنا الألوان فقولوني اللي يعجبني أنا باهي ولا مش باهي إن شاء الله جاوبوني خطر برشا يتفرجوا فيها من التليفيزيون والله يجيني ميسا جايت جيني جيني على البريفير أنا فات نفرجوا فيها من التليفيزيون مثالش بالليلي عندها تليفون ولا عندها تليفون بحذات تكتب لي كومنتر تقولي أنا واللي ناخذ حابة نغير والله واحتر دليلي ما عندش كل هكا ينصحني كيفكم انتم بالحق انتم أخواتي انتم معناتها رفيقات الدرب دي ما والله ينقولها وبيصدق يعلم ربي آية لبنات شوفوا أنا شو ما بجي تركبت هنا هذات بتفكروا اللي خضيت وقتوكم اندمت للصالة كنت مش نعملوه حيت هكا في الصالة وبعدين اندمت عليه وحسيته غامق قلت عليش أنا ما نعملوش عليش نخسرو عليش ما نحطوش هكا في الرخام أعطاه منظر ولا معطاش منظرها هو لبنات نجمعوه نقلبو بالعرض وليا كل هذيك كأنو كلفازات نتعلوه هذيك لزينة تولي بالعرض مش بالطول فنستنى رايكم صديقاتي لي وش تقولولي عليه بش نعمله وان شاء الله تنصحون ان شاء الله يا صديقاتي هوا هناكي حطيتها على الرخام قولولي ش قبركم فيه أعطاه منظر ولا لا كان بش نحطوا هورا والفعيل نصبش عشا عبيضها عوين هاي فكرتي لبنات وان شاء الله تدلوني ورب يدلكم للخير صديقاتي طوى مقالي كان بش نقولكم شكرا مسبقا وفي أمان الله نسكل